ستحتضن البلاد في الفترة من الخامس إلى التاسع من أكتوبر المقبل عمال الدورة الثانية والثمانينة للجنة التنفيذية والمؤتمر السادس والأربعين للاتحاد البرلماني الإفريقي التي ستشارك فيها البرلمانات الإفريقية بغية مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالدور الذي تلعب للبرلمانات الإفريقية أولا في التنمية وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه البلدان التابعة لها ثم تلك المتعلقة بالقارة الإفريقية اللجنة المكلفة بتنظيم هذه الدورة تتكون من سبعة أشخاص برئاسة المستشار الوطني إباينات جانغرانغ سيندي وبمساعدة أمانة فنية يترأسها الدكتور لانغواي جاك في الكلمة التي ألقها بمناسبة تنصيب عضاء اللجنتين أكد نائب الأول لرئيس المجلس الوطني الانتقالي علي كولوتو جايمي بأن اختيار هذه المجموعة لم يأتي عن طريق الصدفة بل جاء نتيجة لكفاءتهم وقدرتهم على تحمل المسئولية وروح العمل الجمعي مضيفا بأن المجلس الوطني الانتقالي قام في الفترة من الخامس والعشرين إلى الثامن والعشرين من سبتمبر من العام الماضي بتنظيم عمال اجتماع القتل البرلمانية الإفريقية وها هو اليوم يستعد لاحتضان أعمال هذه الدورة وهذا يترجم الدور الفعال الذي تلعب الديبلوماسية البرلمانية ومناشدا الجميع بمضاعفة الجهود من أجل إنجاح عمل هذه الدورة وفور تنصيب عقدة اللجنة للمنظمة أولى اجتماعاتها التحضيرية بغي توضع جدول وخطة للعمل اشتركوا في القناة